أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف التصعيد العسكري في القطاع وحماية أهل غزة من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها وخلال اتصال هاتفي تلقاه من المستشار النمسوي كارل نيهمار حضر الرئيس السيسي من الخطورة البالغة لاستمرار التصعيد وتوسع نتاقه بما يهدد أمن واستقرار المنطقة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن المستشار النمسوي حرسع في مستهل الاتصال على تهنئة الرئيس السيسي بمنسبة حلول عيد الفطر المبارك وهما ثمنه الرئيس مؤكدا عمق العلاقات وامتداد الصداقة بين مصر والنمسا هذا وتناور الاتصال والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي كما تطرق الاتصال إلى الأوضاع الإقليمية حيث تم استعراض الجهود المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية